فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بقاعدة جديدة من قواعد أسماء الله وصفاته وهذه القاعدة هي أسماء الله وصفاته أسماء الله وصفاته كلها قصمة هنا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الأعراض آية 180 إذن أسماء الله وصفاته كلها حسنى فأي أسم من أسماء الله وأي صفة من صفات الله فقد بلغت الغاية في الحسن ويدل على ذلك آيات كثيرة من هذه الآية التي سمعناها والآية الثانية في سورة الإسراء آية 10 و100 حيث قال الله عز وجل قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى وقال الله عز وجل في سورة طاها آية 8 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أيضا في سورة الحش آية 24 قال الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إذن هذه الآيات الصريحة هي دليل لهذه القاعدة وهي أنها أسماء الله وصفاته كلها حسنى